موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها أبرز ما قالت المواقع الإخبارية اليمنية والصحف العربية الصادرة هذا اليوم بداية نبدأ من موقع الموقع والذي تابع إحدى الموضوعات وعنوا بعد ساعات من تسليم معتقل يمني إلى إيطاليا واشنطن تسلم صربيين معتقلين بغوانتوان أحدهم يمني وقالت التفاصيل أعلنت الولايات المتحدة أنها سلمت اثنين من سجنان معتقل غوانتنامو إلى صربيا لينخفض عادة سجناء المعتقلين إلى 76 معتقلا ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان إيطاليا قبولها استضافة سجين يمني من غوانتنامو وقال وزير الخارجي الأمريكي في بيان نصرته وزارته إن الولايات المتحدة ممتنة لجمهورية صربيا لعرضها توطينا على أسس إنسانية إثنين من معتقلي الولايات المتحدة السابقين في سجن غوانتنامو تابع الموقع بوست المعتقلان الذين تسلمت مصر بيهما مواطن طاجيكي ويمني يدعى منصور أحمد سعد الضيفي والإثنان تم اعتقالهما في أفغانستان في عام 2001 وواحد للشباه في الانتماء لتنظيم القاعدة ولم تجري لهم محاكمة منذ ذلك التاريخ إلى موقع عدن والذي تابع بعض ما مما يحدث في مدينة عدن عنوان الموقع وكيل العاصمة عدن لقطاع المشاريع يبشر أهالي المدينة بقرب تدشين إعادة الإعمار وقال وكيل العاصمة المؤقت عدن لقطاع المشاريع غسان الزامكي بقرب تدشين إعادة إعمار ما خلفته الحرب مضيفا أنه تم تشكيل وحدة تسير وسوف يبدأ إعادة الإعمار قريبا على مراحل وأضف أن الاتفاقية الأولى التي وقعت سابقا كانت بثمانية مليون دولار وتستهدف ستة آلاف منزل بينما ما سيتم البدء به وفقا للوكيل يستهدف ما يقارب ستمائة منزل مهدما بشكل كلي ومتوسط وخفيف وبعد هذه المراحل سوف يبدأ الإعمار في المحلات التجارية والمباني الحكومية ويتابع الموقع ويفيد الزاكمي أن المناطق المستهدفة بإعادة الإعمار أولا هي خور مكسر والمعلة وسوف يكون هناك أولويات من خلال طلب دعم آخر من التحالف ودول الخليج من أجل البدء في مراحل أكثر تقدما كما تحدث الوكيل عن عودة إعمار طويلة وعد بها التحالف العربي سابقا وهي تستهدف إعادة الإعمار في المحافظات الجنوبية والشمالية بعد أن يتم تحريرها الشرعية ومعركة استعادة اليمن تحت هذا العنوان كتب فياض النعمان مقاله المنشور في المدينة أولاين ويقول الكاتب الموقف القوي والواضح للقيادة السياسية حول مستقبل استئناف مشاورات السلام اليمنية التي تقام في دولة الكويت والذي جاء في خطب الرئيس هادي يؤكد أنه لا سلام مع عصابة الإنقلاب إلا وفق المرجعيات الأساسية التي حددتها مواحثات بيل السويسرية نهاية العام الماضي ووفق القرار الأممي اثنين وعشرين ستة عشر أما غير ذلك فالحسم العسكري هو الخيار الأنسب لإنهاء آثار الإنقلاب واستعادة الدولة من يدهم حتى وإن كانت الفاتورة غالية الرهان الخاسر للمخلوع صالح والحوذي على أوهام الشروع في تكرار اتفاق السلم والشراكة الذي شرعنا لدخول صنعاء برعاية الأمم المتحدة وممثلها السابق جمال بن عمر أصبح مرفوضا جملة وتفصيلا كون الشعب اليمنى والقيادة السياسية للشرعية اليمنية أصبحت على دراية كافية بنوايا وخفايا الإنقلابيين الذين يسعون إلى شرعانة انقلابهم من خلال دعوتهم إلى الشراكة في حكومة وحدة وطنية والتي يتبنىها المبعوث الأممي الجديد لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد ومحاولته إفراغ القرار الأممي اثنين وعشرين ستة عشر والذي صدر تحت البند السابع من مجلس الأمن الدولي الطريق إلى صنعاء أصبحت معبدة وسهلة جدا أمام الشرعية للعودة إليها غير أن المجتمع الدولي لديه حسابات أخرى غير أنها لن تكون حجرة عثرة أمام اليمنيين من استعادة دولتهم المسلوبة من قبل عصابات الموت إلى موقع التغير نتوى الذي عنونا في صفحته الرئيسية مصدر في الرئاسة اليمنية يكشف ساعة الصفر لاستعادة صنعاء من الإنقلابيين في شأن المتصل الرئيس هذه نحن حريصون على السلام المبني على المرجعيات والقرارات الأممية التي تحت سقفها ذهبنا إلى دولة الكويت وعنونا أيضا الموقع من تعز تخبط حثي في تعز وقص عشوائي على مختلف جبهات المحافظة وعن التطورات الميدانية عنونا التغير نت الجيش الوطني والمقاومة يسيطرون على جبل القرن السراتيجي المطل على صنعه بعد معارك ضارية مع الميليشيا أما بالتحول إلى موقع عدن تايم والذي تابع العديد من الموضوعات مركزا على ما يحدث في العاصمة عدن عنونا الموقع جريح في اشتباكات بين الأمن ومن يريدون فرض إتاوات على المواطنين بمديرية منصورة وقال الموقع عندلعت اشتباكات بمديرية منصورة بين قوات أمنية ومسلحين يريدون فرض إتاوات وقال أحد الباعة لعدن تايم قوات الأمن حضرت لمنع بعض ممن يستفزون الباعة في الأسواق ويحاولون فرض إتاوات ولدى وصول قوات الأمن بادر المسلحون بإطلاق النار على قوات الأمن والاشتباك معهم قبل أن يسيطر الأمن ويقوم بملاحقة المسلحين الذين لادوا بالفرار إلى الأحياء السكنية من عنوين الموقع تعز تنامي سطوة المجاميع المتطرفة بالمناطق المحررة في ظل عجز القيادة الشرعية للمحافظة لا خسارة لبريطانيا تحت هذا العنوان كتب حسن العديني مقاله المنشور في صحيفة الخليج ويقول العديني لم تنفك بريطانيا تشغل العالم الإمبراطورية التي لم تكن الشمس تفارقها عادت إلى الإنكفاء على نفسها والتدثر بالضباب وبمعطف من المراوغة لكن هل هذه العودة تخروج من التاريخ؟ ليس ذلك قدرها رغم أن مأساعتها أنها تردت في منحن الهزيمة وانسحبت من شرق السويس عندما كانت سبع دول أوروبية تؤسس السوق المشتركة وحين أرادت أن تنظم أبعدها تشارل ديغول الزعيم الذي قاد حرب بلاده ضد الألمان من بريطانيا ذاتها لم تزل بريطانيا سيدة في هذا العالم ولم يزل شرهها على الدنيا في أعلى ذروته والإنجليز من هنا منفك يحكمون العالم أو يديرونه من وراء حجاب البيت الأبيض واحل في الناتو ورغم أنهم قرروا بالأمس أن يديروا ظهورهم لأوروبا فإنما ليستعيدوا كبرياءا هزتها إدارة برلين وبيروقراطية بروكسل وكما هي عادة الإنجليز في التدبر والحذر وإتقان المناورات فإنهم لم يجازفوا بالتوقيع على اتفاقية شينغن التي تجيز التنقل بين دول المجموعة ولم يخاطروا بالتخلي عن عملتهم والدخول في وحدة نقدية يديرها البنك المركزي الأوروبي لقد أصيبت أوروبا بالصداع وفزع العالم في أسواق المال والنفط والمعادن الثمينة ذلك أن خامس اقتصاد في العالم يفكك ارتباطاته بالقارة العجوز وفي الجغرافية فإن هذه الدولة بعيدة عن أوروبا وفي التاريخ فهي في داخلها وفي قلب العالم وهي لم تكن موجودة بسجلها الاستعماري أو بفرض لغتها فوق كل اللغات الوطنية فقط وإنما كذلك بالتأسيس للرأسمالية صناعة وفكرا منذ عائلة روتشلد وآدم سميث وديفيد ريكاردو حتى جون مالينا وكينز صاحب نظرية التدخل التي أنقذت الرأسمالية بعد الكساد الكبير وقفزت بالنازية إلى الريشستاغ واضعة هتلر على الريخ الثالث وفيما يتعلق بالسمرار نهب الحوثيين لمؤسسات الدولة موقع المصدر أولاين عنونا في صفحته الرئيسية قيادة حوثية تنهب 15 مليون من مصنع شملان بحجة ترميم طريق سياحي بصنعان حيث علم المصدر أولاين عن مصادر أن القيادة في جماعة الحوثي سلامت مبلغ 15 مليون من شركة أروال صناعة المياه بعد فرض المجلس العسكري للحوثيين عليها تسليمه بحجة ترميم طريق السياحي الممتد من منطقة شملان إلى وادي ضار دار الحجر شمال صنعان وأوضحت المصادر أن القيادين حوثيين توليا عملية ترميم طريق وذلك من خلال قيامهم بتجميع أكوام من التراب على جانب الطريق والذي كلف مبلغ 200 ألف ريال فقط سلمت لمالك شي والقام بذلك العمل ولفت إلى أن فاعل خير تكفل بعد ذلك بمسح التراب في جزء من الطريق بمساحة 150 متر فيما لا يزال بقية الطريق كما هو لم يتم العمل فيه إلى موقع يمن منوتور والذي عنون في صفحته الرئيسية تلفزيون روسيا روسيا تمنع للمرة الثانية اعتماد مسودة بيان بشأن اليمن في مجلس الأمن الدولي في تفاصيل الخبر يقول الموقع منعت روسيا للمرة الثانية اعتماد مسودة بيان رئاسي بشأن اليمن من مجلس الأمن يدعم هذا البيان جهود ولد الشيخ أحمد من أجل السهناف المحادثات في الكويت في الخامس عشر من أشهر الجاري وقالت تلفزيون الجزيرة إن روسيا كانت حالت قبل يومين دون اعتماد البيان بعد اعتراضها على صياغات وتعديلات أدخلت بطلب من اليمن ودول التحالف العربي بما في ذلك إضافة فقرة للمسودة الأصلية التي قدمتها بريطانيا تؤكد على ضرورة استعادة الحكومة السيطرة على مؤسسات الحكومة وإزالة أي عقبات أو عراقيل في هذه المؤسسات تحول دون ممارستها لمهامها على نحو الملائم ويتابع الموقع ويعبر مجلس الأمن في آخر مسودة البيان آخر مسودة للبيان توافق عليها الأعضاء جميعا عدا روسيا عن أسفه لعدم توصل الأطراف اليمنية إلى اتفاق ينهي ويطالب الأطراف جميعها بالسيناف المحادثات في الكويت دون شروط مسبقة إذن مشاهدين قبل مطالعة أبرز ما تناولت الصحافة العربية صادرة اليوم سنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود عدنا مجددا مشاهدين نطالع الآن أبرز ما قالته صحفة العربية صادرة صباح اليوم حيث نقلت صحيفة الحياة اللندنية عن مصادر خاصة قالت صحيفة قواتها شرعية أحكمت سيطرتها على جبل القرن في نهم بعد معارك ضارية مع الحوثيين كما سيطرت على مناطق واسعة في سلسلة جبال هيلان غرب مأرب وأضافت المصادر أنها صدت هجمة عنيفة للمتمردين في مديريتي المتون والمسلوب كانت تهدف إلى السعادة جبال حام ومواقع أخرى خسرها الإنقلابيون في الأيام الأخيرة تضيف المصادر أن المواجهات إضافة إلى غارات التحالف استهدفت تجمعات للمتمردين وآليات عسكرية وعربات مدرعة مشيرة إلى أن القوات الحكومية باتت مستعدة لتطهير قريتي الملاحة والزغنة غرباء حيث آخر مواقع الميليشية التي تليها مباشرة مديرية المطمى المحاضية لمديرية حارف سفيان بمحافظة عمران وعن محافظة تعز قالت مصادر المقاومة والجيش قالت إن قواتها صدت هجوما شرق المدينة ومنعت الميليشية الإنقلابية من التقدم باتجاه منطقة الشقب وأجبرتها على التراجع بعد سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفها بالانتقال إلى صحيفة عكاض والتي جاء في أحد عنوينها الأحزاب اليمنية تطالب بتأجيل مشاورات الكويت جاء في تفاصيل هذا الخبر طلبت الأحزاب والتنظيمات السياسية القيادة السياسية والحكومة بتأجيل قرار المشاركة في الجولة الجديدة من مشاورات السلام حتى تعلن الميليشية الإنقلابية لالتزام الصريح بتنفيذ قرار مجلس الأمر رقم 22216 دون شروط مسبقة وبإشراف دولي وإقليمي وأكدت الأحزاب في بيان عرى ضرورة تنفيذ الميليشية لتعاثداتها المتعلقة بتنفيذ إجراءات بناء الثقة بما في ذلك الإفراج عن المعتقلين وفك الحصار عن المدن وفتح المنافذ الآمنة والالتزام يعني والالتزام بالمحاور الخمسة التي تشكل أجندة المشاورات تتابع الصحيفة السلام يجب أن يكون قائما على أسس ثابتة وقوية تتضمن استمرار ديمومته وهو ما لم أو ما لن يتحقق إلا بالالتزام بالمرجعيات المقررة وبضمانات دولية وإقليمية تضمن عدم تراجع الطرف الإنقلابي عن تنفيذ التزاماته إلى صحيفة الاتحاد والتي عنونت ممارسات الحوثيين وتدهور الحالة المعيشية وارتفاع الأسعار تثير سخط اليمنيين الانشقاقات والرفض الشعبي يضربان المتمردين ويقول التحليل الذي نشرته الصحيفة تزايد يوماً بعد يوم حدة الغليان ضد الإنقلابيين وممارستهم التي أدت إلى تفاقم الأوضاع في البلاد والسمرار الحرب التي تسبب في اندلاعها ومعاناة اليمنيين في مختلف أنحاء البلاد أما عن مشاورات الكويت فتقول الصحيفة يتطلع اليمنيون إلى السيناء في مشاورات الكويت بين الشرعية والانقلابيين وسط أجواء يسودها قدر كبير من التشاؤم وسوء الضن بالانقلابيين وتتابع الصحيفة بدى واضحاً تمسك الحوثيين وصالح بالسلاح أو بالسلاح المراوغة والتعنت والحيلولة دون تحقيق أي تقدم يذكر في المشاورات التي تستضيفها الكويت الشقيقة وبرعاية من الأمم المتحدة ولعل أبرز دليل وفقاً لصحيفة الاتحاد على ذلك هو فشل حل قضية المعتقلين فرغم كل الجهود والمباحثات التي جرت لحل هذه القضية فإنها وصلت إلى طريق مسدود بسبب تعنت متمردي الحوثي وصالح الذين لم يلتزموا بوعودهم بالإفراج حتى أنهم منعوا الصريب الأحمر والمنظمات الدولية من زيارتهم للوقوف على ظروف اعتقالهم عن الفلتان الإعلامية في ظل الحروب تحت هذا العنوان كتب يحيى الثلاية مقاله المنشور في يمن سكايو ويقول الكاتب يكتب إعلامي من أنصار الشرعية عن تقسيمات وتشكيلات عسكرية ويرد مصطلحات يظنها أسرار مثل الحديث عن ميمنة وميسرة وقلب وغيرها هذه تقسيمات ومسميات حربية قديمة بقدم الحروب ذاتها آخر يسارع لنشر معلومات أن هناك أسر حوثة تم نقلهم إلى المعسكر الفلاني وتحت عبارة عاجل وثالث يتحدث عن وصول تعزيزات وأسلحة أو تحركات ما باتجاه الموقع أو المعسكر الفلاني ويرد الزمن والمكان والكام بل يسارع البعض للتبشير بالحديث عن تحركات عسكرية مرتقبة تقوم بها مؤخرة المقدمة وميسرة الميمنة وغيرها من تشكيلات في كثير من الحالات لا يحتاج العدو إلى معلومات غير تلك التي يقرأها على صفحتنا ونقوم أحيانا بتصحيح ما لديه من معلومات وتحليلات يحتاج الأمر بعض المراجعات الإعلام الحربي له وضعية خاصة والعواجل ليست دائما من عوامل النصر كما أن الإبداع الإعلامي لا يتحقق دائما من خلال زيادة الإعجابات والتعليقات والمعارك ليست مباريات كرة قدم حتى تحتاج إعلانات مسبقة لجمهور يفترض بالزملاء في الإعلام الميداني والوسائل الإعلامية التي يعملون لها التنبه للأمر والمزيد من الحصافة كما يفترض برئاسة الأركان كقيادة ميدانية للجيش وكذل السلطة المحلية في المحافظات المحررة تنظيم الوضع الإعلامي بما يخدم المعركة وتحديد مسارات تحمي حرية الحصول على المعلومة وتسد الثغرات والاختراقات التي قد تسببها العشوائية في المجال الإعلامي مشاورات الكويت ورغم انتهائها ما تزال على رأس الموضوعات التي تتناولها الصحف وحولها عنونة صحفة الإماراتية هادي لم نحصد في مشاورات السلام إلا السراب في تفاصيل هذا الخبر قال الرئيس اليمني عبدرب منصور هادي إن الشرعية حريصة على السلام لكن منذ الذهاب إلى مشاورات الكويت لم نحصد إلا السراب من قبل الميليشية الإنقلابية مرحبا في الوقت ذاته بأي جهود للسلام دون مماطلة أو التفاف في حين طالب وزير الخارجية عبد الملك المخلافي المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بالكشف عن معرق المشاورات مؤكدا أن الوفد الحكومي لن يعود لمشاورات الكويت إلا إذا قدم الإنقلابيون التزاما واضحا بالمرجعيات مقاومة الصبيحة نقلت عنها العربي الجديد وتقول الصحيفة مقاومة الصبيحة تكشف عن صفقات أسلحة مهربة للحوثيين تقول العربي الجديد إحباط الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في محافظة لحج جنوبي اليمن وصول كميات من الأسلحة كانت في طريقها إلى ميليشيا الإنقلاب عند سواحل مدينة المخى غربي تعز وأوضح محافظ العاصمة اليمنية المؤقتة عدن عيدروس الزبيدي في بيان أن المقاومة الشعبية تمكنت من ضبط سفينة تحمل على ظهرها كميات كبيرة من الأسلحة والدخائر في منطقة الجزر السبع قبال السواحل الصومال واجيبوتي وتحدثت مصادر في المقاومة للعربي الجديد عن أنه تم أيضا ضبط زوارق بحرية على متنها كميات أسلحة في منطقة راس العارة في محافظة لحج وأشارت إلى أنه تم توقيف عدد من الأشخاص الضالعين بعملية التهريب والتحقيق معهم من قبل مقاومة الصبيحة في محافظة لحج وتضح أنها قادمة من إيران باتجاه مناطق شمال باب المندب عندما تغتال أرواحنا تحت هذا العنوان كتب علي محدين منصر مقاله المنشور في العربي الجديد ويقول الكاتب لا تكاد تخل هذه الحياة من المرارة الحقيقية التي نتكبدها عند فرقنا أحدهم لكنها الحقيقة التي لا تقبل الفرضيات ولا التأويلات الحقيقة الظاهرة التي نؤمن بوجودها وداعنا لبعض الموت الذي ينتظر الجميع ردنا هاتفي مجبرا رديت على المتحدث الذي أخبرني أنه يحمل أخبارا سيئة وبينما كانت نبضاتي تتسارع في لحظة اضطراب داخلي رفضت سماعة تلك الأخبار وأصر علي أن يسمعني إياها خبر بألف جرح يجعلك تتمزق من الداخل قال بسرعة أمين استشهد لم أكن مصدقا لذلك وإحساس يقول إنها كلمة أخرى أعدت عليه القول ماذا قلت؟ فأخبرني أن أمين استشهد ظننته يمازحني وروادني الشك أن أمين بجواره ينتظر ردة فعلي كيف ستكون لم أستعد بعد لتقبل الفاجعة فراق الأعزاء مر إلا بعد أن حلف لي بصوت عال محاولا أن يذهب عني كل الشكوك التي تحت لي خافقي أن أتقبل هذا الوجاع أن أواجه مصيره حزن سريع يتسلل إلى أجزاء كسدك بخبر صاعقة كهذا أقفل سماعة الهاتف وقلبي يتفطر ألما لما سمعت وقفت قليلا أتذكر إرشيفنا من الذكريات أعود بالذاكرة قليلا كيف كانت تلك الملامح الجميلة تحت لي حاجبه الأمل وهو يصلي بين جفنيه القدر حين يعزف عزوفة الموت لحنا لنا الحروب باتت ألوانها مختلفة عن السابق قد تموت ولا يسلم أحبابك منه قد تسوقه إليهم أيضا فأخلاقيات الحروب ماتت من ساقوها إلينا زعماء الحروب كي نموت ليس إلا لكي تبقى هذه الدنيا لهم يقاسمونك أبسط الأشياء حتى السعادة لها ضريبة بالنسبة لهم ليس من حقك أن تمتلكها طيلة الوقت إذن مشاهدين بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى اختام جولتنا الصحفية لهذا اليوم لم يتبقى سوى أن نشاهد سويا مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية وحتى الملتقى أترككم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة